هذا الرجل يستطيع شراء دولة كاملة بثروته نخيل في كل ثانية من حياته حتى وهو نائم يكسب 700 دولار للثانية يعني من بداية المقطع إلى الآن تقريبا 7 ثواني مرت كسب خلالها 5000 دولار بمتوسط رواتبنا السنوي لنحقق ما يكسبه هذا الرجل في يوم واحد فقط نحتاج 1300 عام من العمل مع أن هذا الشخص قبل 27 عام من الآن كان مجرد موظف بدوام وراتب في إحدى الشركات فكيف أصبح يحقق هذا الثراء اليوم؟ حتى وهو نائم دعني أخبر في صباح عام 1994 كان جيف يتصفى إحدى الصحف اليومية فلفت انتباهه خبر أن شبكة الإنترنت تحقق أرقام ضخمة في أعداد المستخدمين لم يكن هذا خبرا عاديا بالنسبة له مباشرة خطرت في عقله فكرة قوية ولكنها تحتاج الكثير من التضحيات لتطبيقها فكرته كانت قائمة على بيع الكتب بعدما لاحظت ضعف الموجود في سوق التجارة الإلكترونية وقتها فكان هدفه تقديم شيء يحتاجه المجتمع ويفيد الناس كانت الكتب أول منتج فكر به جيف عن طريق بيعها عبر الإنترنت الفكرة كانت جديدة كليا لم تخطر على بال أحد من قبل أن تقوم ببيع الكتب عبر الإنترنت الناس وقتها معتادة على شراء الكتب من المكتبات لا من شاشات الحاسوب فكر خارج الصندوق المهم لتطبيق فكرته كان لابد من تضحيات فاستقال من عمله وطلب من والديه أن يدعموه ماديا فلم يكن أحد يؤمن بفكرته وقتها بل كانوا يعتقدون أن الفكرة سخيفة لذلك لم يستثمر معه أحد كانت كل ثروة والديه حينها 300 ألف دولار كل ما جمعوه طيلة حياتهم وحاول جيف إقناعهم بدعمه فرفضت أمه في البداية بل ورفضت أن يستقيل من وظيفته واخترحت عليه أن يعمل على مشروعه الجديد في أيام العطى النهاية الأسبوع ولكن جيف كان مصمم على تطبيق فكرته وأخيرا أقنع أهله وبالفعل أعطوه كل ما يملكون وقتها 300 ألف دولار مع أنهم لم يكونوا على علم بمعنى الإنترنت وقتها ولكنهم استثمروا في ابنهم كان جيف متصور لفكرته تماما من جميع النواحي ليضمن نجاحها وكان واضحا في أهدافه التي يريدها حتى عندما سألوه لماذا سيشتري الناس منك أجاب ببساطة أنه سيكون لدي كتب أكثر من أي شخص آخر فوضع اسم أمازون لمتجره دلالة على طوله الممتد العاب للكثير من الدول واهتم بكل التفاصيل تقريبا إلا أن شركة أمازون وقتها لم تحقق أي ربح أو حققت ربح قليل جدا وكانت ستغلق عدة مرات قبل أن ترى النور حتى وهنا بدأ الناس ومن حوله بنعته بالمجنون وكانت شركات بيع الكتب التقليدية تستهزئ منه ومن فكرته ولكن جف على الرغم من الأرضاح القليلة استمر في إرضاء العميل على الرغم من الخسارة ليس إرضاء العميل فقط بل الهوس في إرضائه وهنا تكمن أهمية السعي وعدم الاستسلام لتحقيق النجاح ثم لاحقا الوصول إلى نم مرتاح يأتيك النجاح فالأمر كله يتعلق بالمدى الطويل وبالفعل بدأت شركة أمازون بالعمل من كراج منزله وخرجت أول شحنة من هناك وبعد ثلاث أشهر فقط وصلت أعداد المبيعات إلى أرقام هائلة جدا وبعد سنتين أصبح ينافس أكبر المكتبات في العالم بعد هذا النجاح بدأ جيف بالتفكير بشيء أكبر من الكتب وبمكان أكبر من حدود بلده الفكرة كانت في باله منذ تسميته للشركة بأمازون نسبة إلى نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية الممتد الطويل المتشعب مع روافده التي تخترق الكثير من البلدان وهو ما يشابه تصوره لشركة أمازون وفي عام 2002 تعاقد بيزيوس مع شركات عالمية لبيع الملابس والإلكترونيات والألعاب والمنتجات الرقمية قليلة جدا أول وأفضل متجر يبيع كل شيء في الولايات المتحدة والعالم وأمازون اليوم هو أكبر متجر إلكتروني في العالم أكثر موقع تتم زيارته على كوكب الأرض أكثر من يوتيوب وغيرهم مواقع التواصل الاجتماعي مخازن منتجات في أمازون لوحدها تتسع لأكثر من عشر آلاف مسبح أولومبي يعمل لدى جيف ما يقارب من 33 ألف موظف يصل متوسط صافي أرباحه إلى 2.4 مليار دولار سنويا مما يعني أن جيف الآن وبعد سنوات قليلة من العمل أصبح يجني المال حتى وهو نائم ولو سألنا هنا كيف تجني المال وأنت نائم ببساطة اجمع الكلمات المفتاحية لقصته وسترى خريطة النجاح بنفسك دعني أخبر خريطة نجاح من قصة أخرى هذا الشخص صاحب أكبر الشركات وأنجحهم في مجال الاستثمار ولديه خبرة في المجال العمل الخاص بالمال ويمتلك حكمة شهيرة اسمها كيف تصبح غنيا دون الاعتماد على الحظ هذا الشخص كان أبواه منفصلان وكان في صغره يسكن مع أمه وانظر هنا كانت أمه في كل يوم تذهب إلى العمل تضعه في مكتبة المدينة حتى ينتهي عملها فتأتي وتأخذ ففي أيامه الأولى في المكتبة كان يمل من التحديق في الكتب لوحده هناك حتى مد له ذات مر صاحب المكتبة كتاب ليقرأه ويتسل به لحين قدوم أمه وبالفعل استمر ذلك الطفل بالقراءة والمطالعة إلى أن وصل به الأمر إلى قراءة جميع الكتب الموجودة في المكتبة فأصبح قارئ نهم مما أتاح له بعدها أن يكون مستثمر خارق نافال له أقوال جميلة لخص به وصوله على المال حتى وهو نائم يقول ابحث عن الثروة وليس المال أو المكانة فهناك فرق أن تكون ثريا أو أن تحصل على مرتب عالي من عملك فكان يؤمن هذا الشخص بفكرة الدخل السلبي يعني مثل عقار أو أسهم في شركة أو الاستمار في البورصة فهذه الأمور برأيه لا تحتاج إلى مجهود لتحقيق عائد مالي فهي تنمو بشكل ذاتي لوحدها مع مرور الوقت يعني يأتيك المال دون الاعتماد على وجودك في المكان مثل وظائف التقليدية من أقوال الأخرى أيضا اكسب المال بعقلك لا بوقتك وعليها على المستقبل البعيد ستحقق مستقبلا خال من المشاكل لو سألنا الآن مجددا كيف تجني المال وأن تنائم برأي نافال اجمع أيضا الكلمات المفتاحية لقصتها وسترى الخريطة النجاح بنفسك بالتعليق على الاستثمار السلبي من خلال البورصة كما في خريطة نجاح نافال نعني أخبرك عن منصة إيفيست إيفيست هي شركة استثمارات وتداول عالمية مرخصة من قبل أعلى الهيئات العامة للرقابة المالية يمكنك الاستثمار في الأسهم المتنوعة وكما أخبرتكم سابقا أن هذه المنصة لها قسم تعليمي كامل في هذا المجال يمكنك التعلم منه من خلال زيارتك لموقعهم لما يمكنك الاستثمار بدون خبرة حتى من خلال إمكانية طلب خطة استثمار مجانا من خلال الرابط في الوصف تتميز المنصة بسهولة الاستخدام وتقديم أسهم بعمولة 0% حتى عندما تسجل ستحصل على بونس بقيمة 100% يعني إذا أودعت مبلغ تحصل على ضعفه للتداول به أيضا تجد جميع الروابط في الوصف بصة أخرى لخريطة نجاح ناتي للمليونير الثالث هل تعرفون هذا الشخص؟ أمزح طبعا لست مليونيرا ولا قريبا حتى من ذلك ولكن صناعة المحتوى تعتبر من الدخل السلب التي يمكن أن تحقق لك المال حتى وأنت نائم مثلا يمكن أن تقوم بعمل بودكاست أو تقوم بكتابة كتاب رقمي أو تقوم بتصوير كورس لشيء تبدع به وتقوم به ولقد تحدثنا في فيديو سابق عن هذا الأمر بالتفصيل وهنا دعني أصدمك بأمر ما هل تعلم أن القواعد التي يسير عليها المليونيريات هذا العصر كانت منذ بدايات الإسلام الأولى يعني منذ 1400 عام فتحقيق الثروة هو جانب من جوانب ديننا الإسلامي الذي يغطي جميع نواحي الحياة ويتسم بالشمولية إن رجل الاقتصاد الأول في الإسلام هو عثمان بن عفان فقد كان من أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم وعندما سؤل رضي الله عنه عن سر ثروته اختصرها في جملة كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسي دعني أوضح لك معنى ما قال أعالج يعني يعيد المحاولة ولا ينسحب أنمي يعني عندما كان يحصل على ربح يقوم بشراء مستلزماته والمبلغ المتوقي يقوم بإعادة استثماره ينميه ولا أزدري ربحا يعني لا يقلل من قيمة أي ربح يحققه ولا أشتري شيخا فيواكب حاجة السوق وأجعل الرأس رأسينهم باب الحيطة فكان يقسم ماله إلى قسمين فيوزع أمواله في مشروعين فإن فشل أحدهما يدعمه الآخر تلخيص الحلقة لتجني المال وأنت نائم في نقطتين النقطة الأولى اعمل بجد وذكاء وغير نظرتك للمال إن العامل المشترك الذي يجمع جميع قصص الثراء التي ذكرناها هو العمل بجد وذكاء فعليك أن تضحي بوقتك ومالك وأفكارك وطاقتك وجهدك لهذا المشروع إلى أن تصل إلى الثراء وعليك أيضا أن تبدل الجهد للتغيير من عقليتك فالثري في غالب حياته يقوم بتحويل كل ما يراه إلى مال فعندما يصل إلى 100 دولار لا يفكر أنه سينفقها مثل هاتف جديد أو لبسة جديدة أو لعبة ربما وإنما يفكر في تحويل هذا المبلغ إلى ضعفه كما أنه لا يؤمن بعقلية الإنسان الوهن أبدا هل رأيت ملياردير من قبل يشتكي من وضع العالم وأزماته وأنه تربى في بيئة فقيرة؟ مستحيل بل ترى أن أغلبهم عمليين بشكل لا يصدق ولا يتوقفون أبدا عند مشاكلهم وأزماتهم بل يقومون بحلها وتجاوزها وكما يقول جيف النقطة الثانية ضع تصورا واضحا لفكرتك وخطة عمل مرنى مثالية لها لم يستيقظ أحد من نومه ليجد نفسه ملياردير بل استغرق الأمر معه سنوات طويلة تصور من خلال تلك السنوات فكرته ووضع الخطة المناسبة المرنى المتكيفة المتغيرة حسب ظروف العمل وأخيرا لا تنسى أن تجعل مساعيك وأهدافك كلها تصب في رضا الله عز وجل فهذه الأرض فانية وما عليها من بشر ومال كله سيفنى لذلك اجعل سبب جنيك المال هو لله عز وجل لأجل دعوته لأجل تمكين نفسك لأجل أن تنفع أمتك ولأجل أن ترتفع درجاتك عند الله تعالى لا أن يعذبك الله عز وجل في الآخرة بهذه الأموال التي كسبتها فهذا قارون كان من أغنى الناس في زمانه وأطغاه فخسفنا به وبداره الأرض فكل ما تحتاجه فقط أن تحسن النواية وأن تجعلها خالصة لله عز وجل وأن تتوكل على الله في كل خطوة تهطوها بالنهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به ودمتم في أمل الله